يزداد المشروع الايراني في المنطقة تأزما على طوله من العراق الى سوريا وحتى لبنان نظرا لعدة عوامل ومتغيرات على رأسها صراع النفوذ مع الدول المؤثرة في الساحة في سوريا تظهر نتائج تأزم المشروع الايراني على شكل انسحاب اولي للحرس الثوري من سوريا واخلائه بعض المناطق جزئيا لسيما في ظل كتافة القصف الجوي الصهيوني للمواقع الايرانية بعد ان وضعت تل ابيب حدودا للنفوذ الايراني التي سمحت به بادئ الامر وتغاضت عنه لدعم بقاء نظام الاسد في السلطة وهو مصلحة صهيونية في بقاء هذا النظام الذي لا يشكل خطرا عليها الانسحاب الايراني بحسب المصادر كان من مواقع للحرس الثوري في دير الزور وحلب ويعد نوعيا منذ الخراط ايران في الصراع السوري عام 2011 مراقبون يرون ان الانسحاب الايراني هو تمهيد اقليمي لانهاء دور ايران في سوريا قبل ترتيب مستقبلها بصياغة تحقق مصالح عدة دول تقاطعت كل مصالحها مع ايران بدءا من الحليف التقليدي روسيا وانتهاء بالعدو التقليدي امريكا الرغبة الروسية في اخراج ايران من سوريا تندرج ضمن التنافس على النفوذ والذي تجسدت اشكاله بعدة مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية بل لعل الصراع الاخير بين الى مخلوف المحسوبين على ايران و الى الاسد المحسوبين على روسيا يؤكد عمق الصراع الروسي الايراني في سوريا وهو ما بينته عدة مصادر وصحف غربية ويفير مراقبون ان نظام الاسد نفسه ضاق ذرعا بسطوة ميليشيات ايران وتحكمها بقراراته فاراد استغلال وضع ايران المتأزم اقليميا للهروب الى الحام الروسي من سلطة الميليشيات الايرانية مستقبل سوري ما زال مبهما لكنه يكشف في بداياته عن مقدمات اقصاء اول اللاعبين في المشهد السوري النظام الايراني بدايات تفسر ما سبق ان قاله وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو على ايران ان تنسحب من كامل سوريا وليس من جزء منها فحسب